مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ابتداء يوم الجمعة وتغالي درجات الحرارة ارتفاع أيام السبت والأحد والاثنين بإذن الله لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأيضا زي ما حكيت الارتفاع تدريجي وأيضا تستمر الأجواء المستقرة في معظم أجزاء المملكة مشاهدين فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر اعتبارا يوم الجمعة وأيام السبت والأحد والاثنين بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى وبالتالي هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة إذن هناك فرصة للتشكل الضباب بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة زي ما حكينا يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة أو تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي يوم الجمعة بتكون ما بين 14 إلى 15 حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة الصغرى بحدود 7 درجات أعلى من المعدل بقليل السبت والي درجات الحرارة ارتفاعها بتكون حوالي 15-16 أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين أيضا أجواء مشمسة ومستقرة لطيفة في ساعات الظهيرة لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الليل وتكون الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل تميل إلى البرودة أكثر بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والصغرى المتوقعة 8 درجات الأحد توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل واضح بتكون الأجواء تقريبا دافئة نسبيا في وقت الظهيرة وأيضا بتكون لطيفة في أطراف النهار تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة يومية الأحد 18 أو 19 درجة مئوية والصغرى بحدود 11 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في الأماكن أو المحافظات المختلفة من المملكة المناطق الشمالية إربد 17-9 عجلون 15-7 جرش 18-9 والمفرق 18 إلى 8 درجات مئوية أما منطقة الوسط وأعمان البلقاء 14-6 مأدبة 14-6 عمان 14-7 ممكن توصل 15 طبعا الزرقاء 18-8 والبحر الميت أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرود ليلا 22-23 درجة مئوية والمناطق الجنوبية أيضا أجواء ضبابية أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر وأيضا الأجواء هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا في النهار والحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الكرق 15-8 الطفيلة العظمى 13 والصغرة 7 الشراه 12-4 وإمعان 17-6 وخليج العقبة أجواء لطيفة في النهار إلى معتدلة ولطيفة ليلا لكنها تميل إلى البرود قليلا بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر والعظمى المتوقعة 23 والصغرة 13 درجة مئوية أما المناطق الشرقية أجواء مستقرة مشمسة بالنهار لطيفة أيضا لكنها تميل إلى البرود ليلا الأزرق 21-10 الصفا 21-11 والرويشد 20 إلى 8 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لكم ولإصغائكم ولكم أجمل تحية مني ومنطقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم